اشتركوا في القناة هذا ارتفع رصيد البحرين في الدورة إلى 14 ميدالية ملونة يصدف أستاذ خليفة في الساعة السادسة المساء اليوم مباراة كأس السوبر البحريني بين المحرق بطلي الدوري والحيد بطلي كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم وذلك في مباراة تعتبر بمثابة انطلاقة لدور الدرجة الأولى لكرة القدم حيث أن الدور البحريني للدرجة الأولى سوف ينطلق في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري ترجمة نانسي قنقر